أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودع كبير يحوي ذخيرة لمدافع حوزر أمريكية الصنعة وإسقاط مقاتلة أوكرانية من تراز ميج 29 في دونتسك وأشارت إلى أن الطيران الروسي استهدف موقعين للقيادة وثلاثة مستودعات للذخيرة وثمانين منطقة تجمع للقوات والمعدات الأوكرانية إضافة إلى منظومة بيوك واحد للصواريخ المضادة للطائرات وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن مدفعيتها أصابت 137 وحدة مدفعية وهون في مواقع إطلاق النار كما دمرت 13 دبابة وعربة قتالية مصفحة وأربع راجمات صواريخ مشيرة إلى مقتل أكثر من 210 عناصر من قوات القوميين الأوكرانيين